سياسة الحصار والتجويع التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة جعلت الحياة اشبه للجحيم وذلك بالنسبة للمواطنين داخل القطاع فلك ان تتخيل ان تكون محروما من ابسط مقاومات الحياة مثل الدواء والغذاء وخلال الساعات الماضية حرص احد النشطاء عبر السوشال ميديا على توثيق حالة المعاناة التي يعانيها رفقة اسرته في الحصول على المياه خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع الملكوم حيث ظهر مدى الارهاق الذي يعاني منه الاهالي خلال تخزين المياه فلنشاهد صباح الخير طبعا هذا الفيديو اتصورته عثوي كانت ست الكل بتصورنا يعني فحبيت اناس له بدون لا تصميم ولا تقطيع ولا حاجة علشان تشوفوا كمية المعاناة اللي بنعانيها واحنا بنعب مي فياخوان هذا يوم فرحة صراحة لانه المي القريبة مننا جاية يعني هاد الحنفية يا اخوان اجت بعد اسبوعين من الانقطاع تمام يعني هاد الحنفية قريبة مننا اتطلعوا قدش كمية المعاناة اللي بنعانيها واحنا بنعبي ما بالكم في الايام اللي ما تكون الجاية في هاد الحنفية بنروح مسافة 500 متر علشان نعبي نفس هاد التعباية لكم تتخيلوا كمية المعاناة اللي بنعنيها كل يوم عشان نعب بمية لأن لا في مواتير ولا في مضاخات